موسيقى بحث الرئيس الروسي بلادمير بوتين ونظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو هاتفيا تطورات الوضع في أوكرينيا كما تطرق رئيساني لأفاق التلمية للعلاقة الثنائية وملفات التعاون الأخرى كما تبادل رئيساني التهاني بعيد الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا والذي يحتفل به في ثاني من إبريل أكد الكريملين أن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كيب في المقابل أوضح وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبة أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورط بلاده في هجوم على مستودع للوقود في مدينة بيلغورود الروسية الأزمة الأوكرانية الروسية بلغت ذروتها فبعد أن كانت العملية العسكرية في الداخل الأوكراني امتدت لخارجه واتخذت كييف قرارات ربما لم تعرف عقبتها والوضع الميداني تطور إلى مرحلة خطيرة فإلى نقطة الصفر عادت الأمور خاصة في ظل المفاوضات التي لم تسفر عن أي شيء طائرتان حربيتان أوكرانيتان هلكوبتر قصفت منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية وذلك في أول اتهام لكييف بشن ضربة قوية على الأراضي الروسية منذ بذء العملية العسكرية قبل خمسة أسابيع العملية العسكرية الأوكرانية في الداخل الروسي هي إطلاق عدة صواريخ من ارتفاع منخفض أعقبها هجوم عبر الحدود الروسية مما تسبب في إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وكذلك أدى إلى نشوب حريق في ثمانية خزانات من ستة عشر خزانا في المنشأة وإصابة سنين من العمال لم يكن الحريق سهلا فقد شارك في إخماده مائة وخمسة أشخاص وأحدى وسلاسون آلية لكن الشركة المالكة لمستودع الوقود قالت في بيان منفصل إن الحريق لم يصفر عن إصابات دون ذكر لأي معلومات عن سببه هكذا تواصل موسكو معركتها بين التفاوض والضغط العسكري على أوكرانيا وكييف ربما تسلك هي الأخرى نفس الطريق خاصة في ظل دعم الدول الغربية لها أكد حكم منطقة شنيهافا أن روسيا توصل سحب بعض قواتها من شمال منطقة كييفا نحو بلاروسيا وأوضح أن بعض القوات الروسية لا تزال في المنطقة وأن الهجمات الصاروخية الروسية لا تزال ممكنة من جانبها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه وفقا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قريتي سلبودا وليوكاشيفكا الواقعتين جنوب مدينة تشيرنيهيف أكدت سلطة المحلية لمدينة ماريبول الأوكرانية أن التقدرات الأولية لحجم الخسائر بالبنية التحتية للمدينة جراء القصف الروسي لا يقل عن عشرة مليارات دولار ودعى رئيس البلدية فاديم بويتشينكو إلى ضرورة توثيق كل الوقاع بالمدينة وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سترسل موظفين إلى مدينة ماريبول السحلية الأوكرانية المحاصرة على أمل تسهيل عمليات الإجلاء لألاك المدنيين أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من ناقلات الجند المضرعة من طراز بوشماستر وذلك بناء على طلب الرئيس الأوكرانية بوليديمير زيرناسكي وأوضح موظف أن أستراليا حاليا ترسل بالفعل أسلحة ودخائر ومساعدات إنسانية إلى أوكرانيا من جانبها أعلن وزير الدفاع الإسرالي بيتر داتون أنه تم تحديد المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها إلى أوكرانيا مشيرا إلى أنه جار حاليا بحث سرعة تحقيق لذلك طالب الاتحاد الأوروبي الصين بتقديم ضمانات بأنها لن تمد روسيا بالأسلحة ولن تساعدها في التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد العمليات العسكرية على أوكرانيا جاء ذلك خلال قمة عبر الإنترنت بين الاتحاد الأوروبي والصين شهدت القمة مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندولاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورل بالإضافة إلى رئيس الوزراء الصيني ليكي شيانج وشدد المسؤولون الأوروبيون على أن أي مساعدة لروسيا ستضر بسمعة الصين على الساحة الدولية من جنبه نبه رئيس الوزراء الصيني على أن بلاده تدعم محدثات السلام الأوكرانية الروسية بطريقتها مؤكدا مناصرة الصين لحماية مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية قمة اليوم كانت بكل تأكيد لم تكن عادية فهي قد حدثت في هذه الظروف المظلمة وعلى خلفية الحرب الروسية التي لا تزال قائمة في أوكرانيا ونحن قد أجرينا تبادلا مع الرئيس شي ورئيس الوزراء لحديثا بناء هذا واضح بأن هذه ليست نقطة مفصولية فقط لقارتنا ولكنها نقطة مفصولية لعلاقتنا مع باقي دول العالم إذا نظرنا إلى الحقائق على الأرض في أوكرانيا ومعاناة المواطنين والقصف والتفجير ضد المدن الملايين الذين اضطروا للفرار فمن الواضح بأن هذه كارثة إنسانية اختلقتها روسيا الوضع طبعا خطير جدا والذي بدأ من روسيا في أوكرانيا طبعا هي مأساة لأوكرانيا وأيضا هذا اعتداء ضد النظام الدولي المبني على القوانين الدولية وإذا كان سطعنا الجدال وإفهام الصينيين بأن الاتحاد الأوروبي وبأننا نعتمد على الصينيين حتى يتحركوا بطريقة فعالة للمشاركة في كل الجهود لإعادة السلام والاستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن آخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا بلغ نحو 1276 قتيلا و1981 مصابا وذكر المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات النطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وانظمت الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن القوات الروسية قتلت 153 طفلا في أوكرانيا وأصابت 245 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية وفي بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني أشار إلى أنه لا يزال يعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب كثافة العالية للأعمال العدائية أعلنت مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار أكثر من 4 ملايين و100 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وقالت المفاوضية أنه منذ 22 مارس تبطأ تدفق اللاجئين بشكل ملحوظ إلى حوالي 40 ألف عبور يوميا وترى أكثر من 10 ملايين شخص أي أكثر من ربع سكان إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما عن طريق البحث عن ملازن أمن آخر في أوكرانيا أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن بولندا استقبلت حتى الآن أكثر من 2.4 مليون لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وأضحت الوكالة في بيانها أن 23 ألف لاجئ دخلوا الحدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لافتة إلى أن معظم اللاجئين يحملون الجنسية الأوكرانية ومن بينهم مواطن دول من أسيا وأفريقيا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أكثر من 30 بلد ستحزو حزو الولايات المتحدة وتلقأ إلى احتياطها النفطية الاستراتيجية في محاولة لخفض الأسعار مع تصعود الأزمة الأوكرانية وأوضح بايدن أن أكثر من 30 بلد عقدوا اجتماعا طارئا وقرروا أن يضخوا في السوق عشرات الملايين من برميل النفط الإضافية وكان الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيتم طوال 6 أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتلاطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بضلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية فمنذ اندلاع الأزمة وحدثت موجة من التضخم العالمي ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والغاز فبعد فرض الغرب عقوبات على موسكو قررت روسيا بيع الغاز بعملتها الروبل في محاولة لردع العقوبات بالإضافة إلى إعلان أنها ستوفر إمداد المنتجات الزراعية للدول الصديقة فقط إلى ساحة النفط والغاز والخبز والروبل انتقلت الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تزال تلقي بضلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية فمنذ اندلاع الأزمة قامت دول أوروبا بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية على موسكو ومعها الولايات المتحدة التي منعت استيراد النفط والغاز الروسيين وهي الخطوة التي تعد الأقوى والأخطر منذ بدء العملية العسكرية التي ساهمت في رفع الأسعار العالمية من النفط والغاز وزيادة التضخم العالمي بشكل كبير العقوبات التي فرضها الغرب دفعت الجانب الروسي إلى الرد بالمثل فرفعت موسكو شعار أعطي نوروبل أعطيك الغاز وذلك طبقاً لمرسوم واقع عليه الرئيس الروسي بوتين لينظم تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة مما تسبب في حالة من الانزعاج وعدم الاستقرار للقارة العجوز وحالة من الهلع بين قادتها خاصة أن القرارات الروسية سيترتب عليها غلاء الأسعار بشكل كبير خاصة في ألمانيا وبولندا أكثر البلدان المتضررة من الأزمة لم يكتف الجانب الروسي بهذا فحسب بل وصلت إلى أبعد من ذلك فحذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أحد حلفاء بوتين من أن بلاده وهي مصدر رئيسي للقمح في العالم قد تقصر بيع إمدادات المنتجات الزراعية على الدول الصديقة فقط وذلك رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها أوروبا واجهت قرارات موسكو بالرفض ولكن الجانب الروسي أعلن أن الرفض الغربي لا يغير من الواقع بشيء خاصة وأن القرار قد اتخذ ولم يتبقى إلا التنفيذ القرارات الروسية هي مجرد محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والصمود أمام العقوبات فالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية توقع بأن ينكمش الاقتصاد الروسي ما مقداره 10% هذا العام حذرت منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة يونسكو من أن عشرة الكنائس والمواقع التاريخية والمتاحف القيمة تعرضت للدمار بسبب الحرب في أوكرانيا وأضافت اليونسكو أنها تشعر بالقلق خاصة بشأن مدينة شيرنهيف في شمال البلاد مشيرة إلى أن أول قائمة مبدئية للمواقع التي تعرضت لدمار كامل أو جزئي اجتملت على 29 موقعا دينيا و 16 مبنى تاريخيا وأربعة متاحف وأربعة من المعالم الأثرية